السؤال الثاني بيقول أنا ليه أخي دايما يشتمني لا حاول ولا قوة إله بالله ويدع علي كتير بأسوأ الكلام والأدعية يقول لي يا رب تموتي يا رب تتشلي وبيعايرني إني ما تجوستش أنا خلاص كرهته للأسف قلبه بقى مليان سواد أنا دايما بحسب عليه وقول له ولك مثله هل أنا علي وزر كده وكمان عايز يضربني لما بقف قدامه أدافع عن نفسي أنا أقول لك الحكم وأقول لك النصيح أول حاجة الحكم اللي بقولهولك إنه هو لو دعيت عليه ما عليكيش وزر بس وبعدين ما فيه ناس ما بتقدرش تستحمل إنه دعت على أخوها حصد لو حصل له حاجة لو حصل له حاجة أنت هتتوجعي وزيك أنت لو كنت مظلوم ما يخلي عندك بقى الزكاء اللي أنا أتكلم عليه إيه هو عندك هو واتقي دعوة المظلوم لأنها ليس بينها وبين بيناه وبين الله حجاب فإيه اللي حاصل خلاص ادعي نفسك ادعي ربنا يهديه ادعي ربنا سبحانه وتعالى يسلم قلبك وادعي ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك وادعي ربنا يجعلك أنيس هو ده هو ده الذكاء هو ده الإقبال على الله سبحانه وتعالى وهو ده اللي يعمله الصالحين وهو ده يعمله الأولية هم ده اللي يعمله المقبلين على الله هم ده يعمله أهل المحبة فلو تعملي ده يكون أحسن طيب بس أنا بتوجع وكرهته اكره أفعاله بس ما تكرههوش هو لأنه لو تغيرت أفعاله يفتر هو موجود وده أصل من أصول أهل السنة والجماعة أنهم بيكرهوا المعصية في العاصي مش بيكرهوا عين العاصي فلما تكرههم المعصية في العاصي تقولوله على فكرة أنت فيك حاجات جميلة بس بيسيبك من معصيتك دي فتسعديه وتكون عاوناً له على الشيطان وعاوناً له على نفسه الأمارة بالسوء ولذلك إلا حاصل الربنا كره إلينا الكفرة والفسوقة والأسيان ما كرهش إلينا العصاء لكن كره إلينا الفسوقة والأسيان يبقى إذن إحنا بنكره المعصية ما بنكرهش العصاء وده يكد يكون أصلي من أصول أهل السنة والجماعة فعشان كده إيه اللي حاصل إحنا بنكره المعصية ونرجو الطاعة لأهل المعصية يبقى أنا أقول تلك أول شوية حاجة أول حاجة مش هيكون عليك إسم لو أنك أنت تعيت بس ده مش الأحسن الحاجة التانية إن محدش يقولك إكراه المعصية بس ما تكرههوش هو يبقى إن أنت ده عندك قيمة اسمها قيمة الأخوة فهو ما زال متلبس فيه إنه هو أخوكي فعشان كده إيه اللي حاصل إن أنت بتكرهي قسوته بتقرأي سوءه بتقرأي كل الحاجات الوحشة اللي هو بيعمله بس ما تكرههوش هو دي حاجة محتاجة تدريب ومحتاجة وعي ولو حصلت هتجد جزء من مجزء من الوجع اللي في قلبك راح ولما تسألي هو إزاي أخويا بيعمل كده نازغة من الشيطان تسلط على ليه نفس الأمر بالسوق بس هو لسه أخويا يبقى أعمل إيه؟ لو قدرت ساعده إنه يخرج من اللي هو فيها ساعده لأنه هو في حالة مش هي دي الحالة الصحيحة لأن المعصية طارقة عليه مش هو مش هو مصنع المعصية دي المعصية طارقة عليه فأسعده إنه يتخلص من هذه المعصية السؤال اللي بعد كده ما تسمحلوش بالمناسبة إنه يضرابك لكن النصيحة اللي بقولها لك بقى النصيحة الأساسية ما توقفش قصاده يعني ما توقفش قصاده يعني ما تسمحلوش إنه يضرابك لكن ما تعوديش بقى تقولوا ليه أنت وإنت 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 بكده يعني إنسان وإنت رو كده ده هيوصله اللحظة من لحظات لا يستطيع أن يمتلك عصبيته ويأذيكي فأنا بقولك الكلام ده عشان تحفظي نفسك ما توقفش قصاده ليه طيب لأن ده بيخليه يزداد لهيبا ويزداد سوءا